وفيما يخص ملف البصرة أكد العباد السعية لتعدد مصادر المياه الواصلة إلى المحافظة وإيجاد المعالجات لجميع المشاكل التي تعيشها البصرة هذه القرارات كانت أثناء وجودنا بالبصرة وقعنا عليها خلال الاجتماعات أيضا التفاهم مع الجهات الأخرى الأول هو يتعلق بتأهيل محطة تجميع وضخ الماء الخام في محطة R0 هي المحطة الرئيسية لمياه الأنهر التي تأتي لها بالتأكيد مياه البدعي سموها من نهر الفرات وهي الضخ في هذه المحطة بشكل رئيسي ماء صالح للشرب بس يحتاج إلى تصفية اللي هو مجموعة قرارات اللي هو الشراء ونصب ما لا يقل عن 20 مضخة مجموعة المضخات حدود 47 بالموقع نفسه 27 أو 28 مواقع جانبها أيضا توصل إلى 47 مضخة 20 مضخة تحتاج إلى تجديد لأن بعضها قديم جدا وبعضها ربما عاطل وتم تكليف محافظة البصرة بتأمين ذلك ويتم تمويل هذه المبالغ فورا الأمر الثاني وفعلا هو تم الآن البحث والآن تقريبا 20 مضخة تم العثور عليها يعني جديدة ترجمة نانسي قنقر